بحس ان انت فنانة مزاجت ليا يعني هتشتغلي وقت ما تشتغلي يعجبك وقت بحسش ان انت حد يعني ممتهن الفن لسه صح انا دايما كنت بقول كده بس من كنتش اعرف انه يعني هو باين علي بس انا بحس ان انا كده يعني دايما بقول ان انا مش عايز احس ان انا مهنتي ان انا ممثلة عايز احس ان انا بمارس هويتي دايما دايما الموضوع ده في بالي يعني دايما بقول لهم يا جماعة انا ست يعني ست بيت وبعدين ممثلة ست بيت ثم ممثلة مدام البجوري وبعدين ممثلة اه يعني او ام سليم وبعدين ممثلة انا بحس كده يمكن ما كانش كده الاول شخصيتي ما كانتش كده لانه انا بحس ان كل فترة الواحد تفكيره بيتغير وشخصيته بتتغير انا بحس ان انا كل خمس سنين مثلا بيتغير وتفكيري بيتغير فانا حسن انا فعلا يعني التمثيل بالنسبالي مش مهنة مهنة الاصلية ان انا يعني ست وام شكلي ما يبنش عليه بس ده احساسي يعني انا ليه حسنك صغيرة على طول يعني انا كل اي عام اشوفه ليك احس ان هو ده عملك الاول وان ان انت لسه صغيرة انت ليه صغيرة على طول يعني بتكبريش يعني طب حلو لا انا فاهم بس اصد يعني على طول صغيرة يعني باخد كسير الشباب بس ده حلو ان انت تحس ان اللي قدامك متجدد او على طول صغير او على طول شاب معرفش يمكن علشان ما بتشوفنيش كتير انا عارفة ان انا مقلة يعني يمكن انا من اول ما ابتديت في فيلم في مسلسل عرض خاص وبعدين فيلم واحد صحيح وبعدين فيلم فتاة المصنع كل الناس اللي ابتدت معايا في نفس الوقت كل سنة كان ليهم مسلسل ايوة طبعا انا لا انا ما كانش وضعي كده فيمكن عشان كده انت حاسس ان انت ما بتشوفنيش كتير فده مخليك حاسس ان انا لسه صغيرة لسه ما شفتنيش ما شفتنيش في حاجات كتير لا بس شفتك قوي بقى في الفترة الأخيرة دي السنة دي شفناك مكسر كويس بشكل كبير خلينا ابتدي من الآخر ونتكلم في ستين دقيقة انا عايز بس اوري للناس مشهد لانه يعني بصي في النجوم وفي البطولات اللي هي التعبيرات اللي بحب يقولوها في الوسط الفاني بس انا انا كنت متفاجع عن مسلة جيدة جدا يعني مسلة متمكنة جدا لانه كمان حواليك عدد من ممثلين يعني في المسلسل ده محمود نصر احمد رز سوسن بدر كل الممثلين اللي حواليك كانوا برضو هيلين المخرج عبقري المخرجة قصد المؤلف الراجل اللي عامل المزيك تامر كروان مظبوط اه يعني قصد خلينا نوري الناس مشهد انا فيه مشهد في الحلقة التامنة لو اول الحلقة التامنة وانتي واخد الواد وخارجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة